أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن تجارب اليمنيين مع ميليشيات الحوثية الإرهابية منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة ووضح معمر الإرياني في تصريحا لوكالة الأنباء اليمني سبا أن ميليشيات الحوثي لن تنصاع لدعوات وجهود التهدية وقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث إلا تحت ضغط عسكري وسياسي وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي وعشر الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة لم تجلس على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري الأولى عندما حرر الجيش الوطني فرضت نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطف صنعاء والثانية عندما اقتربت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة الحديدة وذهب الحوثيون للتفاوض في السويد وضف الإرياني في كل جولات التفاوض التي شاركت فيها الميليشيات الحوثية لم تكن جادة في الوصول لحل سلميا للأزمة وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم والعودة للتصعيد العسكري تنفيذا للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وطلب الإيراني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميليشيات الحوثي بالجنوح للسلم فيما دماء اليمنين تنزف ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها العسكري دعيا إلى تحرك دولي جاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وضي حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة وتوفير الحياة التي يستحقها اليمنيون